أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة غدام الشيخ أحمد اليوسف الصباح أنه بناء على توجيهات الديوان الأميري وحفاظا على سلامة اللاعبين والجماهر الرياضية تقرر تأجيل المباراة الهائية بين فريقي السالمية وكغم على بطولة كأس السمو الأمير حفظه الله ورعاه لتقام الاثنين المقبل في الساعة السابعة والربع مساء بدلا من اليوم ويأتي قرار التأجيل بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد اليوم